لحظات فتحت البوابات واندفعت الافراس المنتجة محليا عمر الثلاث سنوات التي لم تربح في شوطنا الرابع من علامة الالفين متر كما تشاهدون الآن الانطلاق تبدأها طبعا رقم سبعة عشر رتون وكذلك رقم اربعة عشر بنود في هذه اللحظات والمرور من امام المنصة الرئيسية في هذه اللحظات واخذ دورة ومن ثم الرجوع الى المنصة الرئيسية عند خط النهاية وكما تشاهدون التقدم يأتي لسبعة عشر الان رتون وكذلك اربعة عشر بنود من الداخل الان المطاردة تأتي لخزينة خزينة في المركز الثالث في هذه اللحظات خزينة في محاولة لتقدم ثلاثة عشر مرامان تخطف المركز الثالث والتأخر لرقم ثلاثة خزينة الى المركز الرابع ولا زالت الصدارة لسبعة عشر رتون في هذه اللحظات لابنائف بن محمد بن عبود القحطاني مع بداية هذا الشوط أربعة عشر بنود لا زالت في المركز الثاني ثلاثة عشر تتقدم مرامان الى المركز الثاني في هذه اللحظات والمحاولات لخطف المركز الثاني والتقدم الان لخزينة للمركز الرابع في هذه اللحظة ولازالت الصدارة لرتون رتون رتون تحاول أن تحافظ على الصدارة في هذا الشوط مشاهدين الكرام المخصص للأفراس المنتجة محليا هنا من الخارج شاهد أيضا ثلاثة عشر مرامان تتقدم وكذلك المحاولة تأتي لحروف في محاولة للتقدم في هذا الشوط مع الاقترام من المنعطف قبل الأخير ولازالت الصدارة لرتون رتون تحافظ على الصدارة لأبنائي في القحطاني في محاولة للمحافظة وأيضا التقدم والفوز في هذا الشوط والفوز الأول أيضا آخر المشاركات المركز الثالث في هذه المشاركة أيضا تحاول رتون أن تحافظ على الصدارة والمركز الأول والتقدم من الثالث إلى المركز الأول مع فهد هيف وروبرتو بيريز الانفراد بالصدارة مشاهدين الكرام لرتون رتون ما شاء الله تبارك الله تتقدم وتحافظ على الصدارة في محاولة لخطف المركز الأول المركز الأول لروتون والمركز الثاني بين ثلاثة خزينة وكذلك رقم عشر ريح الصبا